الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزل بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية قشر البرتقال في المنام ما تنسوا نشب ليكوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير رؤية قشر البرتقال في المنام دليل على أن هناك أشخاص حاقدين في حياة الرأي ويكنون له الشر كما تدل رؤية قشر البرتقال وتقشيره إلى وجود شخص يحمل مشاعر لصاحب الرؤية لذا رؤية قشر البرتقال تحمل معاني مختلفة عكس على واقع صاحب الرؤية تدل رؤية إعطاء البرتقال في المنام على أن الرأي سيصل إلى مكان مرتفع ومرموق في واقعه وفي حال رأى إعطاء وتوزيع البرتقال في المنام فإن ذلك يدل على وقوع أخبار سعيدة ومفرحة في حياة الرأي وإذا رأى الشخص في منامه رؤية إعطاء البرتقال فهذا يعني أنه سيرزق بأموال كثيرة في واقعه إذا رأى الشخص في منامه البرتقال الفاسد فهذا يدل على بعده عن الله وارتكابه للزنوب في حياته كما تشير تلك الرؤية إلى أن الرأي سيتعرض للفشل والإحباط في حياته تدل رؤية البرتقال الفاسد أيضا على المرض وتعرض الرأي لإصابات وأمراض في واقعه تعتبر رؤية البرتقال الفاسد دليل على أن حظ الرأي سيء في الحياة إذا رأى الشخص في منامه أنه يعصر البرتقال ويتناوله فإن تلك الرؤية تدل على الرزق والبركة في حيات الرأي كما تشير رؤية عصر البرتقال في المنام إلى المكاسب المدية التي سيحصل عليها صاحب الرؤية رؤية عصر البرتقال أيضا في منام المتزوجة دليل على اقتراب الحمل والرزق بأطفال في الواقع تعتبر رؤية عصر البرتقال نزير بتحقيق الأمنيات والأهداف التي يسعى لها الرأي إذا رأى الشخص أكل البرتقال في المنام فهذا يعني الخير الوفير وتحقيق النجاحات في الحياة كما تدل رؤية أكل البرتقال في المنام على المصائب والعاقبات التي تواجه الرأي في عمله والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته